موسيقى السلام عليكم قتل عبد الرحمن البغداد امير داعش في الرمادي تتسارع التطورات الامنية في العراق هي معركة مفتوحة على نهى المالكي على الارهاب القوات العراقية قاتلت كذلك العشائر تعود الصحوات من جديد اما الرئيس القائمة العراقية فيطلب دعما اقليميا ودوليا ما يحدث في العراق ليس بمعزل عن تدخلات خارجية كثيرة اذا هي التطورات والتشعبات في الملف اليوم نناقش ابرز هذه التطورات مع ضيفي في اخر طبع الدكتور عزيز جبر شيال استاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية الذي ينضم الينا مباشرة من بغداد اهلا بك دكتور اهلا ومرحبا حياك الله اهلا بك بداية دعنا نبدأ باهم التداعيات في ما يخص الانبار موضوع الانبار بالحقيقة هو موضوع شائق جدا وقبل ان اتحدث عن هذا الموضوع بودي ان اصبح عليك بالخير وعلى المشاهدين وعليك ايضا الميلاد الجديد كنا نتمنى ان يكون هذا العام هو بداية فرح ولكن يبدو ان الارهاب لم يرد ذلك ولذلك نجد ان هذه العمليات العسكرية المتتالية التي حصلت في الانبار هي ليست نتيجة لحادث او نتيجة للهجوم على معاقل الارهاب في وادي حوران في غرب العراق ولكن هي نتيجة لتداعيات كبيرة وخطيرة احاقت بالعملية السياسية لا سيما ما يتعلق منها بموضوع الخدمات وكذلك بضبط الملف الامني وتوحيد الرؤى باتجاه ضرورة ان يكون هناك امن مستتب في عموم العراق وليس في المنطقة الغربية الذي حصل في الانبار هو جزء من حالة انفلات امني شهدناها في الربع الاخير من العام الماضي واللي يعود لجملة اسباب في المقدمة من عدها هو الاختلافات او الخلافات التي حصلت بين السياسيين والتي وصلت احيانا الى التلاعب بالدم العراقي ووضعه في ميزان السجال والجدل السياسي ومن هنا نجد ان استرخاص الدماء هو الذي ادى الى استفحال الارهاب اي ان المدركات لدى صناع القرار وكذلك الاخرين المشاركين في العملية السياسية هو انه لا بد من ان يستجيب الاخر لما يريده الطرف المستفيد يعني بعبارة اخرى انه عدم وجود ثقة ومحاولة فرض الرأي بين الاطراف العملية السياسية ولذلك نجد ان حبل التفاهم قد انقطع الامر اللي استغلته قوى الارهاب بعد خساراتها الكبيرة التي منيت بها على يد الجيش العربي السوري فبدأت تتدفق باتجاه العراق لتغطية خسائرها اذ اننا نشهد ان كل حالة انتصار يحققها الجيش العربي السوري تقابلها ازدياد في اعمال العنف العراق لان المجاميع الارهابية تهرب الى داخل العراق هذا يعني ان الحدود العراقية لم تكن منضبطة بشكل اجتاء وهذا هو احد الاخطاء الاستراتيجية سنتحدث عن كل هذه التفاصيل لكن هنا اسألك هل فعلا باتت الحرب في الانبار ان صح هذا التعبير هي فعلا تعتبر حرب الى حد ما في الانبار هل باتت جزءا من الحرب العالمية ضد الارهاب بالتأكيد سيدة الفاضلة لاننا اذا ما رجعنا وحللنا المجاميع الارهابية سنجد انها تتمول من قبل قوى مؤثرة في المنطقة وقوى قادرة على البذل المالي كذلك ايضا هي مستفيدة من الوضع الدولي والاقليم المرتبك بصدد الموقف من سوريا اذ ان القوى الدولية في مقدمة الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية تقوم بارسال الاسلحة الى ما يسمى بالجيش الحر الجيش الحر احيانا يخسر هذه الاسلحة لصالح قوى داعش فتقوم بنقلها الى داخل العراق لانها لا تستطيع ان تمكث طويلا في الداخل السوري بعد القدرات المتنامية للجيش العربي السوري في ضرب هذه المجامعة الشيء الاخر نجد ان هناك اسناد سياسي هذا الاسناد السياسي يتمثل في الخلط بين مفهومي الارهاب والمقاومة هذا الخلط الاقليمي والدولي هو الذي ادى الى ان تتدخل هذه الدول في الشأن العراقي وكذلك في الشأن السوري من خلال دعم هذه المجامع الارهابية من هنا اقول ان الجنبة الكبيرة التي تؤشر لنا ان حربا عالمية ضد الارهاب قد بدأت خصوصا بعد ان استفاقت الولايات المتحدة الامريكية ووجدت انها قد اخطأت كثيرا في دعمها لمجامع الارهاب تحت مسمى المقاومة ومن هنا جاءت الاستجابة الامريكية لتزويد العراق بطائرات مسيرة بدون طيار وكذلك تزويد العراق بصواريخ دقيقة وذكية ولكن هذه الاستفاقة للأسف اقول انها جاءت متأخرة ومع ذلك هناك مثل يقول ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي ابدا اذا الحرب العالمية على الارهاب قد بدأت فعلا باستيقاظ الولايات المتحدة الامريكية نعم سنعود للبحث اكثر في هذا الموضوع والادوار العربية والاقليمية لكن بعد ان نستمع سويا الى عنوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع رويدة ابو عيد اليك رويدة شكرا فتون اهلا بكم مشاهدين في جولة سريعة على ابرز عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نستهله بصحيفة الاخبار اللبنانية والتي عنوناتة معركة الانبار صدن لحرب سوريا حذار قتل ماجد الماجد انتحاري حارة حريك ضحية التعب المذهبية في عكار الى صحيفة الوسط البحرينية مقتل العشرات من مقاتلي القاعدة في الرمادي مواجهة في حلب بين داعش وكتائب معارضة اشتباكة في مصر توقع احد عشر قتيلا ومصدر طبي يقول ماجد الماجد في حالة صحية صعبة الى صحيفة القبس القويتية الماجد جمع الاموال من الكويت والخليج للنصر وداعش فضبق حمضه النووي مع احد انسبائه اكد هوية امير كتائب عبدالله عزام الى صحيفة القدس العربي بطل واصابة عشرات المحتجين من الاخوان بنيران قوات شرطة في تحدي جديد لقرار الحكومة اعتبار الجماعة تنظيما ارهابيا معارك عنيفة في الانبار وخطيب الجمعة يتهم المالك بممارسة النموذج الامريكي في الفلوجة مقتل 32 مدنيا بينهم نساء واطفال وواحد وسبعين من مقاتلي داعش مواجهات عنيفة في حلب بين كتائب معارضة والدولة الاسلامية والفاريس تفتح قناة مع المخابرات السورية الى صحيفة الشرق الاوسط السعودية معارك ضد داعش في سوريا والعراق عشائر الانبار تقاتلهم والحر يشن هجوما عليهم في حلب وإدلب تحقيقات حول هوية انتحاري لبناني مفترض عمره 19 سنة السفير السعودي في بيروت يدين تفجير الضحية ويدع وسائل الاعلام الى عدم التجييش قتل وجرح باشتباكات بين انصار الاخوان والشرطة في مصر مصادر بالاوقاف للشرق الاوسط سيطرنا على منابر جمعيات الاسلاميين الى صحيفة الرأي الاردنية اشتباكات دامية بين الامن والقاعدة في الانبار 103 قتلى واعلان الفلوجة ولاية اسلامية شهيد والاحتلال يواصل غاراته على غزة كان يواصل مباحثة سلام في المنطقة واخيرا مع اخبار اليوم المصرية جمعة دامية في مصر والدراسة على كف عفريت هذا كان ابرز مجأة في الصحف العربية الصادر لهذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة والان عودة اليك فوتون شكرا لك يا رويدة وانا بدوري اعود الى ضيفي الدكتور عزيز اذا دكتور عزيز بدأنا بالحديث عن الرؤية الغربية والدولية والربما الاقليمية الجديدة ايضا لما يحدث الان برأيك هل هناك فعلا الان بلورى لرؤية امريكية جديدة في التعاطي مع القاعدة في سوريا والعراق على اعتبار ان هما يتغذيان من بعضهما البعض ما هي هذه الرؤية بالحقيقة هناك سؤال كثيرا ما حيرنا جميعا يعني كمراقبين هو ان الولايات المتحدة الامريكية تقاتل القاعدة في اليمن وتقوم بتوجيه ضربات لها وكذلك تدعي انها تقاتل الفكر الارهابي في عموم العالم ولكنها بنفس الوقت تساعد المجاميع الارهابية التي تنتمي الى هذا الفصيل في كل من سوريا والعراق لماذا؟ ما هو السبب الارهابي؟ المشكلة الاغرب من هذا هو ان العراق مرتبط مع الولايات المتحدة الامريكية باتفاقية استراتيجية طويلة الامد احد بنودها الاساسية هو ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر هي الضامن لمسار العملية الديمقراطية وامن العملية السياسية في العراق الان اذا ما وضعنا هذا التعافد على المحق سنجد ان الولايات المتحدة الامريكية بدلا من ان تسعى الى تقوية النظام الديمقراطي من خلال حمايتها في اقل تقدير من هجمات القاعدة ومن العناصر التي لا تتلاءم مع المسار الديمقراطي اذ اننا نعلم جميعا ان فكر القاعدة وفكر اقصائي وفكر الرأي الواحد والتوجه الواحد والذي لا يتلاءم اطلاقا مع اي مفهوم للديمقراطية من هنا نجد ان الولايات المتحدة الامريكية في تغييرها انما تريد المحافظة على ما وجهها لا سيما وان قدرة النظام السوري على الصمود ضد القاعدة وكذلك النظام العراقي قدرت على الصمود على الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي والشعب السوري ايضا لكن الولايات المتحدة الامريكية بدلا من ذلك نجدها انها ربما تميل الى مساندة ما تسمى بقوى المعارضة التي ترتبط بعلاقات تحالف مع جبهة النصرة وايضا مع داعش من هنا يكون الرد الامريكي الجديد يعبر اولا عن تصحيح مسار مخطئ هذا المسار المخطئ اسهمت فيه دول اقليمية وكذلك قوى محلية عراقية وسورية في تغذيته وجعل الادارة الامريكية تعيش حالة تخبط واضحة جدا من خلال القرارات التي تتخذها في مواجهة الارهاب العالمي اذ انها في الوقت الذي تدعي في المحافل الدولية انها قائدة الديمقراطية وانها تسعى الى تحقيق الاستقرار في العالم وحل مشاكله تسهم بشكل كبير جدا في تنمية قوة هذه القوة كثيرا ما تثير الاستغراب في ان من اين تحصل على هذا الامداد الهائل جدا الذي تتغذى به وعلى الاخص تنظيم داعش تنظيم داعش نعلم جيدا انه قد قطع الصلة بايمن الظواهري وبنفس الوقت ايضا ليس على علاقة جيدة مع السعودية ومع قطر ولكن يبدو ان هناك جسور خفية تمد هذا التنظيم بالاموال وبالاسلحة ووجدنا في عمليات الانبار الاخيرة في وادي حوران ان هناك اسلحة متطورة قد استخدمها هؤلاء لا سيما فيما يتعلق بالسيارات وايضا بعض الاسلحة المتوسطة والثقيلة التي استخدموها وربما قيل ان هناك بعض الصواريخ المضادة للدبابات التي كان يفترض ان يجهز بها الجيش الحر السوري جاءت الى هؤلاء السؤال الان من اين حصل هؤلاء على كل هذا اعتقد ان هناك اصابع خفية في بعض الدول الغنية في المنطقة ولا سيما السعودية وقطر هي التي تغذي هذا التنظيم سواء بشكل علني او من خلال وجود قوى مؤثرة في تلك الانظمة السياسية هي التي تمد هذا التنظيم بالحياة ومن هنا كان لابد ان تقف الولايات المتحدة الامريكية ضد هذا التوجه كنا نأمل من خلال زيارة دولة رئيس الوزراء المالكي الى الولايات المتحدة الامريكية ان يكون هناك شرح واضح ومفصل لهذه المسألة كي تعجل الولايات المتحدة الامريكية بامداد العراق اولا بالمعلومات وثانيا بالاسلحة والتجهيزات اللازمة لاسيما ما يتعلق في حماية الاجواء وكذلك تزويد العراق بطائرات استطلاع وطائرات بدون طيار تمكن الحكومة العراقية من متابعة هؤلاء الارهابين في صحرات تمتد مئات الكيلومترات في غرب العراق وكذلك ايضا من غرب العراق امتدادا الى جنوبه وايضا لا ننسى ان هناك منطقة مهمة اخرى ربما تكون مرشحة لانفلات امني الاوهي منطقة وادي حمرين او سهل حمرين في شرق العراق تحدثت انت عن دول او عن دور بعض دول الخليج دعنا نتحدث هنا عن السعودية يعني في عدة مقالات في صحف اجنبية هناك من شار وقال بان السعودية هي من تمول الان وتدعم داعش حتى في العراق الان برأيك الان السعودية هناك ايضا نظرية اخرى تقول بان السعودية تريد الانبار منطلقا استراتيجيا او موقع استراتيجيا في معركتها مع سوريا هل برأيك هذا الكلام صحيح نعم بالمناسبة يعني القضايا الاستراتيجية وكذلك الجيو استراتيجية في المنطقة تؤشر الى جانب كبير من الصحة في هذه المسألة ولكن يبدو لي ان الاخوة السعودين قد وقعوا في خطأ وفي وهم كبير جدا اذ لا يمكن ان نتصور ان الانبار ستكون تبعا للسعودية ولا لغير السعودية نعم هناك تنسيق بين بعض القوى السياسية مع المملكة العربية السعودية قد شجعتها على هذا النهج كذلك ايضا موقف السعودية الخاسر في سوريا خصوصا وانها قد تعهدت اكثر من مرة الى الغرب و الى الولايات المتحدة الامريكية بان النظام الرئيس السوري بشار اسد سيسقط مرة نعطوه شهر وشهرين وثلاثة والان النظام بدأ بشكل اقوى بكثير من الاول واخذ يحظى باحترام عدد متزايد من الدول خصوصا بعد طي ملف الكيميائي في سوريا والدور الجديد الذي بدأ يبزخ في المنطقة من خلال اقرار سياسة التفاوض والتعاون بدلا من الاملاء والاحتلال والجانب العسكري لذلك هي تريد ان تعوض مكان بمكان اخر فاختارت هذه المرة دعم داعش اعتقد هذا الخيار هو خاطئ جدا لان داعش ليس لها صديق كاي حالة ارهاب ولا ينسى السعوديون انهم قد عانوا من الارهاب ولذلك ربما اعتقد التوقع الاخر او السيناريو الاخر هو الاقرب الى الحقيقة وهي انهم يريدون ان يدفعوا بجميع قوى الارهاب والمتعاطفين مع الارهاب والمتأثرين بالفكر التكفيري داخل المملكة العربية السعودية يدفعهم باتجاه العراق وغير العراق يريدون ان يتخلصوا منهم ولذلك تجدين سيدتي الفاضلة ان الفكر التكفيري الذي يحمله القادة السعودية من المؤسسة الدينية وكذلك المؤسسة السياسية تجد لها سندا في كل قوى الارهاب في العالم انظر الى بوكو حرام في نيجيريا انظر الى القاعدة انظر الى الداعش هنا تحدثنا عن الفكر الارهابي تجدين ان الفكر الارهابي ملازما له هنا لست بصدر الهجوم على فكر معين او على مؤسسة معينة نعم على ما يبدو الصوت يسل متأخرا الى الدكتور عزيز اذا دكتور عزيز الولايات المتحدة قلت قبل قليل بانها تصحح المسار الان في التعامل مع هذه التنظيمات في سوريا والعراق لماذا لا تصحح السعودية هذا يعني باتت السعودية في خندق وتقريبا كل باقي القواء الدولية واغلب القواء الاقليمية في خندق اخر تقريبا كل القواء التواجد افضل القواء الاقليمية في خندق اخر اذا نعود تضغط على المؤسسة الدينية كي تصدر فتاوى على الضد من هذه المجامع لانه اصدار هكذا فتاوى معنى افراغ المحتوى الطريق الوهابي في تفسير المذاهب الاسلامية سيكون في خطر وهذا ما لا تريد المملكة كذلك ايضا المؤسسة الدينية لا تريد ان تملي شروطا على المؤسسة السياسية كي تقمع الارهاب لان هم الذين صنعوا الارهاب ولذلك انحسار الموجة التكفيرية وانحسار الفكر التكفيري يدخل تماما في صلب العلاقة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية السعودية ومن هنا نجد ان المملكة العربية السعودية لكي تبعد الارهاب عنها تدفعه باتجاه العراق وتغذيه وكذلك باتجاه سوريا باتجاه اليمن باتجاه اي مكان اخر في العالم لانها اكرر مرة اخرى لا تريد ان تقاتل الفكر الارهابي لانه هو سبب ديمومة النظام السياسي الفكر الارهابي المقترن بالمؤسسة الدينية السعودية هو الذي يسبب ديمومة النظام وليس العمل الصحيح الذي بدأ ينتهجه العالم من هنا تجدين ان المملكة العربية السعودية بالوقت اللي العالم كله يتجه نحو الحرية وحقوق باقية لحد الان في خندق التخلف لا بل اكثر من هذا انه تعزز هذا الخندق يوميا ومن هنا ربما ستجد نفسها في يوم من الايام في مفترق طرق مع الولايات المتحدة الامريكية ولا ربما تكون العلاقة مع الامير بندر بن سلطان هي احدى المؤشرات التي تؤكد على ان الولايات المتحدة المتحدة العلاقة ليست كما كانت قبل الطريقة التي تدار بها العلاقات للدولية من جانب السعودية نعم اذا دكتور عزيز الان سنستمع سويا الى فكرة بموضوع الارهاب والحرب على الارهاب بمجملها طبعا ومن ثم نعود الى اكمال هذا الحوار الاخبار حذار قتل ماجد الماجد ابراهيم الامين السعودي ماجد الماجد امير كتائب عبدالعزام التابعة للقاعدة بحسب الخبراء في هذا النوع من التنظيمات يملك السرارة مرحلة طويلة تمتد نحو عشر سنوات على الاقل من العمل المباشر ومن رحلة قادت من السعودية الى العراق في سوريا ولبنان كما كانت له جولات في افغانستان وباكستان وكان له دوره المحوري في اعادة جمع اعضاء في اطر لا مركزية بعد احتلال امريكا لافغانستان وتشتت الجسم القيادي للقاعدة المعلومات المفترض انها في حوزته تشمل الكثير من فريق كبير من الكوادر وعن اليات العمل وشكل الخلايا النائمة واهدافها والتعديلات التي ترأت على العمل بعد الغزو الامريكي للعراق ثم بعد نشوب الازمة السورية كما له معرفة عميقة بالية وصول الاموال الى قادة التنظيم وافراده ووجهة الانفاق وهو من اكثر العارفين بجدول الرحلات الجهادية الى سوريا قبل نشوب الازمة وبعدها ولديه ايضا سجل حول عمليات التجنيد المكثفة التي جارت مع شبان كانوا في فلك الشيخ احمد لسير وبرغم مرض الماجد ظل على تواصل مع الخلايا التي طلب اليها بدء العمل ضد حزب الله والجيش اللبناني ويملك الرجل كل شيء ربما عن بنك الاهداف الموجود لدى جماعته وهو يعرف الاسرار الاهم حول التقاطعات مع جهزة وحكومات عربية وغربية ولسيما رجال السعود والقول انقذوا حياة الماجد واعملوا على توفير كل مستلزمات بقاء حيا وحذار من تركه يموت مرضا او قتلا غارديون المعارضة السورية تنقلب على جهادي داعش قرب حلب نشبت معرك تعد الاقوى حتى الان بين المعارضة السورية وداعش مالسوريا فيما يتوصل القتال ضد الجماعة نفسها في محافظة الانبار العراقية حيث وتسيطر على اجزاء من الفلوجة والرمادي تعد داعش احدث تجسيد للجماعة نفسها التي تمتعت بنفوذ في الانبار قبل ان تخرج حركة الصحوات القبلية هذه الحركة كانت بقيادة شيوخ محليين اقوي وبدعم من الجيش الامريكي المنتشر حينها في البلاد لكن خلال العام السابق انحسر الامن تدريجيا في المحافظة وفي مناطق اخرى من العراق الانبار وبعض المناطق شرق سوريا وعلما ان الهجامات على معاقل داعش في البلدين لا يعتقد انها منسقة مع بعضها البعض الانها ضاعفت من التحدي الاخطر لسلطة الجماعة منذ اصبحت مجددا لاعبا مهيمنا في المنطقة اذا من جديد اعود الى ضيف الدكتور عزيز اذا دكتور عزيز سمعت معنا يعني الحديث دائما بات يتم عن خطر القاعدة وعن هذه الشخصيات احدها ماجد الماجد الذي الان موجود عند الجيش اللبناني ومسجون عند الجيش اللبناني انتحدث اكثر عن خطر داعش الان والقاعدة وكل هذه التنظيمات على المستوى العربي بشكل عام الى اين يمكن ان يؤدي الان والقاعدة وكلها التنظيم على المستوى العرب بشكل عم دائما نعم هذه هي احدى الحالات التي تؤكد على ان قضية الارهاب قد اصبحت قضية اقليمية ودولية لا بد من ايجاد آليات للتنسيق بين الاطراف المتأثرة بها اعتقد انا الاوان لكي تكون هناك حالة من التنسيق بين كل من العراق ولبنان وسوريا اذ ان تنظيم القاعدة يؤثر في هذه البلدان الثلاثة نرى انه يقاتل في سوريا ويقاتل في العراق يقوم باعمال تخريبية في لبنان ربما تؤدي الى التأثير في الوضع الداخلي في لبنان ونقل حالة الفوضة السائدة الان في كل من سوريا والعراق الى لبنان البلد المستقر هذا الامر يأتي من خلال فعلا انا اؤيد الذي يقول انه يجب المحافظة على حياة هذا الارهابي ماجد الماجد لكي يستفاد من المعلومات الواسعة التي اشار اليها التقرير هذه المعلومات تمس دول المنطقة بالكامل وان لا بد من ان يكون هناك ملاحظة في ان المخابرات السعودية ربما هي التي ستسحى لقتله هذا امر ان حصل فانه يعد خرق خطير جدا ويعني ضياع فرصة للاستفادة من المعلومات التي يمتلكها هذا الارهابي خصوصا واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان كثيرين من قيادي داعش قد قتلوا في العراق يعني يوم امس قتل هذا البغدادي الشعاني التونسي وايضا قتل بغدادي وقتلوا هيب واخرين هؤلاء قياديين تنظيم داعش لو اتيحت الفرصة لجيش العراقي كان يلقى القبض عليهم تحدثت في بداية اجابتك سيف قد سبق العذل فكان كان مقتلهم والى جهنم المهم ان هذا التنظيم عندما يعمل بشكل منسق لا بد ان يكون التصدي منسق طيب دكتور تحدثت في بداية اجابتك عن الخطر المحيق بلبنان والعراق وسوريا وعن تفشي داعش والقاعدة بكل فروعها تقريبا في هذه الدول هل يمكن برأيك ان نشهد تنصيقا بين هذه الدول لمحاربة الارهاب على الاقل في اطار ما تحدث عنه رئيس الوزراء نوري المالكي حين دعا الى محاربة الارهاب اعتقد اليوم هذه الدول بحاجة ماس الى التعاون فيما بينها كذلك لا ننسى الدول الاخرى هي ليست بمنأة عن هذا الخطر لان هذا الخطر لا يقتصر على مكان معين وان منطقتنا حبلة بالمشاكل التي ممكن ان ينفذ من خلالها الارهاب يعني مثلا تركيا تعاني من مشاكل ممكن ان ينفذ اليها الارهاب وهي التي ساعدت الارهاب لا ننسى ان تنظيم القاعدة بالاساس هو تنظيم اميركي كان قد وعد في افغانستان لمقاتلة السوفيت انا ذاك مع ذلك انقلب هذا التنظيم على الولايات المتحدة الاميركية كانوا يقاتلون ايضا في مناطق اخرى انقلبوا على الذين كانوا يدعمونهم وكذا الحال بالنسبة الى سوريا كانوا بالامس حلفاء مع جهات عديدة من ما تسمى بالمعارضة السورية اليوم انقلبوا ويقاتلوا من بعضهم البعض الاخر يمكن ان يحدث نفس الشيء في العراق وهذا الامر ممكن ان ينتقل بشرارته الى ايران ممكن ان ينتقل بشرارته الى الاردن لا ينسى الاخوى الاردنيون ان امنهم الان هو امن هش خصوصا ان هناك حركات اسلامية متشددة لا سيما حركة الاخوان التي بدأت تتجه باتجاه القاعدة ربما يتحرك هذا التنظيم من خلال دعم داعش ودعم داعش ايضا الى الاخوان في الاردن كذا الحال بالنسبة الى السعودية ايضا تعاني من مشاكل مشاكل طائفية ومشاكل اثنية عفوا مشاكل تتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان ممكن ان ينفذ من خلالها داعش لذلك لا بد من ان يكون هناك جهد مشترك من قبل هذه الدول وان تبذل الاموال باتجاه تهيئة وسائل مكافعة الارهاب وليس دعم الارهابيين لتنفيذ سياسة مضادة الى تلك الدول لكن كيف يمكن ان يتم ذلك بالانكان ان تمرر كل الامور وانكان ان تحدي دعم داعش للتحقيق نعم اذا سنستمع الى هذه الاجابة لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مشاهدين سنعود لإكمال هذه الحلقة من اخر طبعا من جديد اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة التي استضيف بها الدكتور عزيز جبر الشيال من العراق وهو الدكتور في العلوم السياسية في جامعة المستنصرية اهلا بك دكتور عزيز من جديد ذكرت حضرتك قبل الفاصل بانه على الدول جميع من جديد هل تسمعني الان على نعم اذا قبل الفاصل دكتور عزيز قلت بانه على الدول ان توجه دعمها وتمويلها لمحاربة الارهاب لكن قلت ايضا بان هناك من يريد ان توجد داعش في العراق والسوريا كيف لهذه الدول ان توجه هذا الدعم ضد الارهاب وضد داعش وضد هذه التنظيمات التكفيرية اعتقد هناك ازدواجية في التعامل مع قضية الارهاب في المنطقة هناك من يحاول ان يجعل الارهاب مطية له لكي ينفذ مآربه باتجاه الاخرين خصوصا اصحاب الافكار المتطرفة واصحاب الافكار التي ترمي الى اقصاء الاخرين وكذلك الغاء الحرية الفكر والغاء حالة الاختلاف المسألة المشروعة والمسألة الطبيعية بين الناس هم يريدون ان تتوجه الناس وفقا لرؤية واحدة هذه الرؤية هي خاطئة بكل المقاييس الحصرية والتي لا تتلاءم معها حتى مع الدين في اكثر او لدى اكثر المسلمين ولذلك يتوظف المال السياسي باتجاه دعم التوجهات الدينية ومن هنا نجد ان اغلب الناس الذين يؤمنون بالتفسير الوهابي للمذهب الحنبلي هؤلاء نجدهم منتشرين في اغلب دول العالم الفقيرة والذين يستلمون اموال بشكل مباشر من المملكة العربية السعودية من هنا يختلط هذا الامر الذي يراه البعض انه امر ديني لكن عندما يكون الامر الديني متطرفا وعندما يكون طرح الدين بشكل متطرف فانه حتما سيؤدي الى الارهاب لان الارهاب هو احدى الوسائل التي يستخدمها المتطرفون لاجبار الاخرين على تبني المواقف هناك فرق بين الاقناع وبين الاجبار الاقناع هو الذي يأتي من خلال القدوة الحسنة من خلال عرض الافكار بشكل يسير بينما الاجبار يأتي من خلال القوة من خلال ارهاب الطرف الاخر وهذا الامر هو ما تفعله للأسف الشديد وما كنا نتمنى ان نتحدث في يوم الاليام بهذا الشكل ترعى هذا الموضوع هي كل من السعودية والقطر ما مدى تأثير التقارب الامريكي الايراني اذا ما عدنا الى موضوع الانبار على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة من قبل الحكومة العراقية موضوع التقارب بين ايران والولايات المتحدة الامريكية هذا شيء من الطرفين لكن لا بد من ان اي علاقة في منطقتنا تنعكس سلبا او ايجابا على واقع المنطقة نحن نعلم جيدا ان الاخوة في ايران ينهجون نهج الاعتدال في علاقتهم مع الاخرين اي انهم لا يريدون اجبار الاخرين على اعتناق المذهب الجعفري ولا يريدون من الاخرين ان يكون تابعين لايران يعني هذه المسألة اذا كان البعض قد روج لها في بداية الثورة الاسلامية الا انها الان قد اصبحت حقيقة واقعة اذ ان الايرانيين لم يسعون الى ما يسمى بتصدير الثورة من خلال الفرض على الاخرين وانما من خلال الاقناع اذا كانت الدولة تسعى الى الاقناع فهي ستحاول ان تأقد تفاوضات تفاهمات مع الاخرين وهذا ما تفعلت جمهورية الاسلامية من هنا علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية نحن نعلم انها علاقات متشنجة ولا زالت يعني لحد الان هو لم تدخل ربيع يعني العلاقات الايرانية الامريكية لا زالت في خريفة اي انها لم تنتقل الى المستوى الذي يقال بانه قد سيحصل تنسيق او ما شكل ذلك لا اعتقد لا من ستراتيجية الجمهورية الاسلامية ولا من ستراتيجية الولايات المتحدة الامريكية لان هناك خطين مفترقين تماما هذان الخطان المتوازيان ولا يمكن ان يلتقي على الاقل في المدى المنظور ربما بعد 25 سنة ممكن ان يلتقي لكن في الوقت الحاضر لا لكل منهما سياسته بيد ان تهدية المواقف بينهما سينعكس ايجابيا على المنطقة لكن فعلا حدث اتفاق ايراني مع دول العالم بخصوص الملف النووي وهو في اطار هذا التقارب الايراني الامريكي سألتك هذا السؤال لان هناك من يقول بانه لو لا هذا التقارب وبدأ العلاقات الجديدة الى حد ما بين الدولتين لما اتخذ المالكي هذه الخطوة تجاه الانبار بالحقيقة هذه من الامور المضحكة لأسف الشديد انه يراد ان تدار مسألة خلاف داخلي وكذلك خلاف خلاف طائفي يدار بهذه الطريقة الفجة وكأنما الرئيس المالكي قد اغتنم الفرصة بين التقارب بين ايران والولايات المتعدلة المالكية عندما كانا متباعدان اين كانت ايران من العراق اعتقد ايران من الدول التي تساند العراق لكن ليست من الدول المتطابقة المواقف معه لان هناك بعض الاطراف العملية السياسية والمشاركون بالعملية السياسية يرون في ايران عدو طبعا ليس من المعقول ان الذي يرى في ايران عدو لا يقوم بالترويج لفكرة ان ايران قد اعطيت ضوءا اخضر من خلال وقد اعطيت ضوءا اخضر من خلال ولاية المتحدة الامريكية وما شاكل ذلك لو كان الضوء الاخضر قد اعطيه لإيران لكان الامر في سوريا غير شكل اذا دعوة اوسامة النجيفي او طلب اوسامة النجيفي من ايران التوسط والمساعدة في اي اطار تقرأه حضرتك التوسط بين من ومن يعني هل هو التوسط بين الحكومة والارهاب الارهاب لا يمكن ان يسمح وليس من المنطق ان يسمح بان يكون هناك تنسيق مع الارهابين او تفاوض معهم هؤلاء قد ولغت ايديهم بدماء العراقيين واعتقد ان انهار الدماء التي سالت بسبب الارهابين لا تسمح لاي عاقل بان يتفاوض مع هؤلاء لكن ان يجري التفاوض بين العشائر وبين اهل الانبار وبين الحكومة هذه مسألة طبيعية واعتقد ايران لا بأس ان تلعب دور المفاوض لكن القضية هو يراد ان تظهر القضية وكأنها قضية طائفية وان ايران الشيعية ممكن ان تضغط على المكون الشيعي في العراق وهذه اعتقد بعيدة ومن الخطأ الدخول فيها كذا امور المسألة في العراق هي شيء داخلي على النجية في ان يذهب الى المالكي والمسافة بينهما لا تتجاوز المئة متر لا اكثر عليهم ان يذهب احدهما الى الاخر ويحل المشكلة بدلا من ايران وامريكا وغيرها طيب اذا هذه السجالات السياسية بين كل الاطراف السياسية الان في العراق والكتل السياسية كيف تفيد تردي الوضع الامني يعني كيف تسهم في تردي الوضع الامني وخصوصا بان هناك دائما من يقول بان كل الاطراف باتت تستغل هذه الازمات لتربح منها بالتأكيد سيدة الفاضلة نعم هناك من يريد ان يستفيد من الوضع الحالي المتردي وخصوصا امنيا يستفيد من جهة في اضعاف الحكومة وان نقول بصراحة اضعاف المالكي وكذلك بالنسبة الى الحكومة عندما تختلف مع الاخرين ولا تقترب معهم فانها ايضا هي الاخرى تريد ان تحقق مآرب سياسية هذه الامور اليوم الكتل السياسية قد وعت هذه القضية ويقف الجميع في خندق اسناد الجيش لذلك اذا ما ابتعد هؤلاء عن اسناد الجيش فانهم مرة اخرى سيستخدمون الدم العراقي مادة للخلافات السياسية خصوصا ونحن مقتربون من موسم الانتخابات في نيسان القادم هل فعلا تداعيات ما يجري في الانبار برأيك كشف اوراقا مخفية حول ارتباطات بعض الكتل السياسية بالخارج من هذه الكتل ومن هذه الشخصيات برأيك وكيف كشف والله بصريح العبارة الجميع لديهم امتدادات خارجية وكل له اصدقاء في الخارج بدلا من ان يستثمر هؤلاء الاصدقاء لمصلحة العراق يريد ان يستخدمها لمصلحة فيقع في الخطأ السيد علاوي رئيس الكتلة او القائمة العراقية قال بان حل ازمة الانبار يمكن ان تتلخص بسحب القوات العراقية من الانبار وايضا بدعم دولي واقليمي لهذا الموضوع واستقرار الامن في الانبار وفي العراق ما رأيك هذا هو الجدل السياسي هذا هو السجال السياسي يعني بدلا من ان نقول ان لدينا جيش ممكن ان يقاتل الارهاب نذهب لطلب قوة من دول اخرى هل عجز الجيش الجيش لم يعجز على العكس من ذلك عندما استجابت الحكومة لمطالب البعض بسحب القوات او سحب الجيش وشرطة الاتحادية من داخل محافظة الانبار انظري ماذا حدث قام الارهابيون باحتلال الفلوجة وايضا احتلال اجزاء من الانبار اذا طلب المعونة الخارجية لا اعتقد مجدي المشكلة مرة اخرى هي عراقية وتحل عراقيا يعني هذه المشكلة المسؤولة عنها كل الاطراف العراقية برأيك من دون استثناء من يتحمل مسؤولية اكثر من من الجميع يتحملون المسؤولية المشاركون في العملية السياسية في الحكومة والبرلمان هم الذين يتحملون هذه المشكلة والاخطاء التي وقع بها العراق وليس غيرهم حل ازمة الانبار الان ماذا تتطلب تدريجيا برأيك حسب الاولويات تتطلب اولا السعي الى تطمين اهل الانبار والاستجابة الى المطالب المشروعة واستجابة ان تكون فورية ليس بطريقة التسويف التي شهدناها في المرحلة السابقة وكذلك ايضا بضخ الاموال الى الانبار وتوجيه القدرات نحو اصلاح ما خربه الارهاب وما خربته العمليات العسكرية ايضا لانه نعلم ان عندما يكون قتال في منطقة ما فان الخراب سيحل بها كذلك ايضا مسألة التعامل مع قضايا السجناء والمعتقلين بسرعة من خلال لجان تحقيقية سريعة ومحاكم تعقد جلسات مستعجلة لغلب حسم هذه المواضيع والاحتكام الى القضاء في كل الامور الخلافية نعم الدكتور عزيز جبر شيال الاستاذ في العلوم السياسية في جامعة المستنصرية في العراق اشكرك جزيلا شكرا على تواجدك معنا في هذه الحلقة من اخر طبعا املين مشاهدين ان القاكم في حلقة جديدة باذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة